موسيقى مسيرة خالدة تحدت كل الظروف والمرتهانات على خطى إنجاز ما كان بعيد المنال إنه حلم الوحدة الخليجي والذي توجته رحلة عطاء امتدت لأكثر من ثلاثة عقود مع قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نحتفي به اليوم كخليجيين مرفوعي الرأس بذكرى تأسيسه السادسة والثلاثين فمع دخول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ريعان شبابه تتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في أبوظبي حيث تجلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم المسيرة بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس التعاون ففي هذا اليوم أعلن رسميا ميلاد الكيان الخليجي الأكبر بمنطلقات ثابتة حملها أصحاب المعالي والسمو قادة دول الخليج وما يزالون نحو الوحدة وسط تحديات إقليمية شائكة قديمة في مضمونها جديدة في أبعادها شكلت عاملا عاصفا في مسيرة أي منظومة إقليمية في 1980 كان في قمة عربية اقتصادية في الأردن في عمان في ذلك طرح المرحوم الشيخ جامر الأحمد الفكرة نبعت من فكرة الفكرة تقول بأن الخليجيون دول الخليج تتعرض لشيئين كبيرين وهذه الشيئين أو التلويح بالعفاق هما حرب عراقية إيرانية انفجرت في سبتمبر 1980 وتوسعت ولا يعرف أين تقف فلا بد من الاحتياط لتطويقها لكي لا تصل إلى منابع الخليج من 1980 الفكرة هذه تقبلها قادة الخليج وعقد مؤتمر في السلطنة في المزرعة الخارجية ثم في فبراير 1981 إلى في الرياض والحقيقة في 1981 في مايو وعقدة القمة في أبوظبي ووقع الرؤساء القادة الخليجيون على وثيقة والتعاون اللي نسميها النظرام الأساسي كان مقترح للمرحوم الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراك كان هو المقترح الاقتصادي فقال إن المحرك الرئيسي لجميع التكتلات الناجحة أن يكون هناك منفعة اقتصادية لجميع من ينضوي تحت هذا التكتل فكان النجح هذا المقترح وتبنته دول المجلس وتشكل المجلس على المحرك الاقتصادي لكن ظروف المنطقة أو أول عشر سنوات من ظروف قيام مجلس التعاون هي ما أعطته الطابع الأمني بحكم أن التحديات الأمنية كانت هي الطاغية بعد انتهاء أرب تحرير الكويت عادت الأمور إلى مكان مخطط لها وبدأ التعاون الاقتصادي فتم الكثير من المشاريع الاقتصادية الناجحة المشاريع الوحدوية وتم تأهيل مجلس التعاون حتى يكون كتلة واحدة وهذا ما وصل إليه أن أصبح أقوى كتلة اقتصادية في غرب آسف استطاع مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية خلال مسيرته أن يثبت وجوده كنموذج يحتذى به بين المنظمات الإقليمية والدولية التي بلغ بعضها سن الشيخوها ومازال مجلس التعاون في سن الشباب وبرزت ميزات مجلس التعاون في التنسيق والتشاور والتوافق بين أعضائه في القضايا المحلية والعالمية عبر آليات عمل وقنوات اتصال وتنسيق للسياسات والتحركات إقليميا ودوليا وعلى مختلف المستويات شعرت في القمة الأولى ملامح المسيرة التي يريدها على القادة أولا أن تكون مرنة بمعنى أن تستوعب قدرة الدول الست على الهضم بمعنى ما ننتخذ قرار لا يتخذ قرار لا تستطيع دولة ما أن التفاعل معه أو هضمه أو تنفيذه ووسط تحديات متعاظمة إقليميا ودوليا أثبت مجلس التعاون الخليجي صلابته وقدرته على مواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات بسياسة مشتركة فاعلة كما أرسى على الصعيد الداخلي قواعد قوة الدفع التي يحافظ عليها في إنجاز أهداف المجلس التي أكد عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول في القمم الخليجية بما يلبي تطلعات شعوب الدول الشقيقة غير أن الدول الخليجية الستة الأعضاء وبعزيمة وإصرار من قادتها أبدت بكل جدارة وثقة قدرتها على المجابهة والسمود أمام آعة الأزمات وذلك بما أظهرته من روابط التعاون والمحبة ووشائج القربة ووحدة المصير والأهداف أظهر الربيع العربي سمود الأنظمة الملكية أو الإماراتية في منطقة الخليج العربي المحل لهذه الأمور يقرأ أن قادة هذه الدول بهذا النوع من الأنظمة تجاوزوا الربيع العربي لتواصلهم مع شعوبهم لأنهم جزء من المكون أو من الفابرك في كل مجتمع اثنين هم أقرب لشعوبهم وإدراكاً لاحتياجات هذه الشعوب وتحقيق مطالبها هم أيضاً وصلوا للسلطة بدون نزاع بمعنى أن الأمور محسومة في دول مجلس التعاون بنظام الحكم السائد ليس هناك تنافس على السلطة بحكم أن الدساتير أو الأنظمة الداخلية في هذه البلدان تحسم من يصل إلى الحكم في هذه الدول فقادة دول مجلس التعاون قريبون من شعوبهم هم جزء من المكون الاجتماعي هناك العلاقات النسب بين الحاكم والمحكوم ما أريد أن أقوله أن قادة دول مجلس التعاون هم رمز لكل خليجي وكما نشاهد ترفع الأعلام ترفع صور القادة دائماً مما يظهر مدى ارتباط الشعب بقادته ولا تمر أي ذكرى لقيام مجلس التعاون إلا وتوجب علينا تعطير الحديث بعبق الذكرى الشامقة والتي كانت انطلاقتها وبدايتها من دولة الكويت والتي أودعت بها خارطة طريق المجلس بيد والدنا أمير القلوب المغفور له الشيخ جابر الأحد الجابر الصباح طيب المولى تراه والذي كان صاحب الفكرة حيث استمرت تلك البذرة التي زرعها رحمه الله لتنمو وتحيا بها الشعوب الخليجية في ظل عطاءاتها هناك نقطة مهمة جداً لا بد أن نركز عليها بأن هذه فكرة مجلس التعاون للدول الخليجي العربية نبعت من بعض الأفكار التي تبرز من الحكام وفعلاً برزت من فكرة الشيخ جابر الأحمد جابر المبارك الصباح رحمه الله عندما تولى الحكم في 31-12 عام 1967 ثم قام بزيارة لدول مجلس التعاون وبدأ بفكرة أن يكون هناك مجلس تعاون خليجي يوحد الرؤى الخليجية وخاصة أنه ما بين تأسيس وما قبل ذلك حدث ما بين 77 و 81 حدثت أحداث مهمة جداً حدثت تغيرات جذرية في المنطقة وتشكل مسيرة مجلس التعاون منذ إنشائه حتى اليوم حقيقة قائمة تعمل لأجل السلام في المنطقة والعالم سواء من خلال ضمان استقرار وسلامة الدول الأعضاء أو دعم جهود ودور المنظمات الدولية في حفظ السلام والأمن الدوليين ودعم القضايا العربية والإسلامية هذا المجلس أصبح هناك توجهات سياسية واحدة في كثير من القضايا المختلفة الموجودة في المحيط المنطقة سواء كانت قضية فلسطين سواء قضية اليمن سواء قضية سوريا فنشاهد في الحقيقة أن هذا النضوج وهذه الدبلوماسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثلت في انعقاد المؤتمرات الثلاث في المملكة العربية السعودية في 2021 مايو 2017 وهذا الدليل على أن هناك في الحقيقة تكاملا اقتصاديا سياسيا عسكريا في دول مجلس التعاون وتمثلت في الحقيقة في كثير من القضايا التكاملية تمثلت في الحقيقة في النواحي العسكرية في الغزو العراقي عندما اجتمعت من اقتصاديا وعقدت لها متمرا في الدوحة في عام 1990 لتؤكد على تحرير الكويت وعودة الشرعية وفي الوقت الذي تشكل الوشائج والروابط القوية والعميقة بين شعوب المجلس على كل المستويات وفي مختلف المجالات وبامتداداتها التاريخية أرضية صلبة وسياجا حاميا أيضا لمسيرة التعاون الخليجي فإن حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس كفلت في الواقع سبل النجاح للتعاون الخليجي الذي شق طريقه بخطا ثابتة متدرجة ومتتابعة وقادرة أيضا على مراعاة تنوع المراحل التي تمر بها دول المجلس يجب أن تستمر آلية حمل مجلس التعاون بالإجماع بمعنى بالتوافق بمعنى لا نستطيع أن نعزل دولة أو تتأخر دولة المسيرة جماعية والذي قيل قادر اليوم ممكن أن يلحق بالرقب لكننا لا نترك بمعنى أن الإجماع هو ناتج من الأطمئنان من الرضا من القناعة من الاختناع وهو من الرسوخ بالتفاعل مع المسيرة ولا يختلف المراقبون لمسيرة المجلس في التأكيد أن الدور التكاملية للدول الأعضاء بمعية قادة الخليج في الجانب الاقتصادي بحيث تميز مجلس التعاون منذ إنشائه بعدة إنجازات مهمة دفعت بعالة التنمية نحو تحقيق الأهداف المرجوة في مختلف الميادين سواء الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة وغيره دائما الرعاية العالمية كانت على موقع مجلس التعاون لأنه معتدل في أسعار الطاقة ومعتدل في إنتاج الطاقة ومعتدل في التعامل مع القضايا العالم الآن في شيء آخر وهي الرعاية العالمية التي تحيط بها العالم والمجتمع الدولي شؤون مجلس التعاون إن التحديات الإقليمية والدورية التي واجهت مسيرة مجلس التعاون لم تتنل إرادة الصلبة التي تحلى بها قادة دول المجلس بل زادتهم قوة وتصميما لدفع المسيرة المباركة نحو أهدافها السامية والنبيلة حتى غدا مجلس التعاون صرحا شامخا يجسد أواصر الأقوة والإرادة المشتركة والرغبة الأكيدة في مزيد من التلاحم والتعاون وصولا للتكامل المنشود تحديات السابقة في العقدين الماضيين كانت الحرب الإيرانية العراقية الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت الآن هناك تحديات من شكل آخر هناك تحديات ما يجري في الجوار الأقليمي الحرب في العراق أو عدم استقرار العراق عدم استقرار أو الحرب أو ما يقوم به الأسد ضد شعبه ما يجري في اليمن جميع هذه التحديات لكن أنا في تقديري أنه أصبح لدى صانع القرار السياسي المناعة والخبرة للتعامل مثل هذه التحديات وما زالت دول مجلس التعاون رغم التحديات الإقليمية ما زالت قادر على فتح أفق استراتيجية وتعاون مع دول أخرى لقد شكلت تنسيق السياسة الخارجية أحد المنطلقات الحيوية والراسخة في أعمال مجلس التعاون الخليجي التي أكد عليها النظام الأساسي لصياغة سياسة خارجية مشتركة لخدمة قضايا الأمة بما أسهمت به معطيات عديدة في تيسير ودعم عملية التنسيق وتوحيد المواقف السياسية انطلاقا من التركيبة المتجانسة اجتماعيا وسياسيا التي تجمعها التجربة التاريخية ويربطها الموقع الجغرافي والحدود المشتركة ومنذ قيام المجلس والعمل الأمني المشترك يحظى باهتمام قادة دول مجلس التعاون حيث يسير بوتيرة متناغمة وتم إنجاز العديد في هذا المجال مثل اعتماد استراتيجية مكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2003 وتوقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب في العام 2004 العلاقات مع الدول العظمى شكلت رافدا حيويا في عمل المجلس خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمخضت عن علاقات استراتيجية متكاملة الأركان رسمت خطا عديدة من خلال القمم الخليجية المتعددة والتي كان آخرها القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في الرياض وكذلك القمم الخليجية الأمريكية أيضا والتي كان آخرها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام في الرياض أيضا مجلس التعاون اليوم في هذه الظرف وأنا أتكلم قاجدة بين النجوم وزيارة الرئيس الأمريكي ترامب في هذه اللحظات واجمعها مع قادة الدول الخليج في هذا اليوم يطلق مجلس التعاون إلى الكواكب الدولماسية إلى فضاء آخر فضاء يتحمل به مجلس التعاون مسؤوليات أخرى مسؤوليات كبيرة ما كانت محددة لكنه قادر على أن يتواعل معها وأيضا ليست مسؤوليات وإنما في موكب وفي موقع والآن في حظر الرعاية العالمية وعلى المستوى الداخلية عكست قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك وعيا عميقا لأهمية العمل الاقتصادي والتجاري وانسيابه عبر الحدود فكان الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والتكامل الإنمائي بين دول المجلس ومشاريع النقل والاتصالات والبنية الأساسية انتهاءا بتنمية الموارد البشرية والتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني وقد انتقل أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية حيث لم يقتصر على الحد على التعاون والتنسيق بين الدول الأعلى بل تعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ كما حققت دول مجلس التعاون معدلات نمو جيدة فاقت الثلاثة في المئة وفق تقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر من العام 2015 واستمرت في تنفيذ ومتابعة خطط التنمية بها فالتحديات الكبيرة التي واجهتها دول المجلس لم تثنها عن متابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دول مجلس التعاون تمثل كتلة اقتصادية قوية في غرب آسيا مجلس التعاون قام بين دوله الكثير من الإجراءات التي تسحل تنقل التجارة هناك منطقة تجارية منطقة جمركية هناك منطقة تجارية حرة هناك مواطنة الاقتصادية بين تجار الخليج بأن كل صاحب عمل يستطيع أن يزاول تجارته في بلد خليجي آخر بنفس التراخيص التي تمنح لنفس المواطن أيضا نحن مقبلون على مشاريع اقتصادية ضخمة منها طريق الحرير الذي سيمر بالإقليم وستكون دول مجلس التعاون أحدى نقاط الارتكاز الرئيسية لهذا المشروع الاقتصادي الضخم دول مجلس التعاون تتكأ على ثروة نفطية كبيرة جدا ستبقى لفترة طويلة محط أنظار العالم تعطيها قوة استراتيجية وينظر لها كثقل اقتصادي له قيمته كان خير الدلائل على مثل هذا الأمر هو مضمام الشقيقة المملكة العربية السعودية إلى دول الجي توانتي أو دول العشرين مما يظهر القوة الاقتصادية التي يمثلها مجلس التعاون وفي المجال العسكري واصلت دول الخليج العربية تدعيم درعها الحصين القوي بأحدث المعدات المتطورة وتكثير التدريبات العسكرية وقامت بتطوير سبل التعاون الدفاعي والاستمرار في السعي لتوحيد العقيدة القتالية والمفاهيم والتدريب المشترك كما تتواصل الخطى حتيثة نحو تحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في جميع المجالات وبعد أن اتخذت دول المجلس قرارا في العام 2013 بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة اتخذ المجلس العالى الموقر في دورته بمدينة الدوحة قرارا مهما بإنشاء قوة الواجب البحري الموحد أما في المجال الأمني فلقد بدأ جهاز الشرطة الخليجية العمل في مقره في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة إنجازات مجلس التعاون الخليجي لدول العربية هنا في الحقيقة منذ عام 1981 حتى 2017 هناك في الحقيقة خطوات خطاة هذا المجلس لإنجاز كثير من هذه الأمور من هذه الأمور في الحقيقة هو التعاون في المجال السياسي هناك التعاون في المجال العسكري وتمثل الآن في اليمن ضد الحوثيين ثم الغزو العراقي كذلك تمثل في التكامل الاقتصادي وهو من أهم النقاط في المجال الصناعي في المجال الإنتاج البترولي وفي مجال الإنتاج وتصدير البترول وأسعار البترولي كذلك لا ننسى أن هناك تكاملا وهناك تعاون بيض من التعاون في المجال الإعلامي ويبقى الإنسان محور العملية التكاملية الخليجية وهدفها لذا أقرت قمة الدوحة الأخيرة إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من إيمان عميق بكرامة الإنسان وتأكيدا لاحترام دول المجلس لحقوق الإنسان المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والسكوك الدولية أما النواحي الإنسانية فهي نقطة في الحقيقة مهمة في التاريخ فلا بد أن يكون هناك آخر شيء هو الهوية والتعاون الإنساني وكما معروف أن حضر الصاحب السلم أطلق عليه طبعا قائد الإنسانية والكويت مركز للإنسانية عن طريق المتحدة في 2020 وهذا الدليل على أن هناك أهمية للإنسانية التي تجمع كل الهواية المختلفة مع بعضها البعض الهوية عند الخليجيين الهوية بمعنى عيش ليس ما الهوية الخليجية هي فقط ثقافة ولا جواز ولا علم ولا سفارة الهوية هي الشرعية التاريخية التي شكلت الدولة الخليجية وتتشكل دولة الخليجية من هذه الشرعية التي ولدت أيضا من التجاوب والتلاحم الشعبي والنظام السياسي وعنمتها السياسية والاجتماعية كما حظي ملف التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام خاص حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون عبر العديد من دوراته الكثير من القرارات التي تعزز وتدعم وتطور المسيرة التعليمية المشتركة لدول المجلس بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجاتها هناك في النواحي المقرارات الدراسية هناك في الحقيقة وحدة لبعض المقرارات وخاصة الفيزياء والكمياء ومتعلقة بالعلوم بالإضافة لا ننسى أن هناك تعاون رياضيا هناك دورة لكأس الخليج وهذه نقطة في الحقيقة أي أن هناك ترابط بين الشعوب لأن كما هو معروف أن هذا المجلس يتمثل في ثلاث ركائز مهمة جدا الأرض والحكومات والشعب فلا بد أن يكون هناك وحدة وحدة لا بد أن يكون هناك ترابط لا بد أن يكون هناك تعاونا وطنيا بين الشعوب لأن أهم شيء أن يكون هناك ترابط وتلاصقا وتعاونا ونواحي هوية واحدة وتعاون بين هذه الشعوب ما حكومته حتى تكون هناك وحدة خليجية واحدة قوية تتحمل كل المخاطر التي قد تواجهها ويعد السجل الناصع للعمل الخليجي المشترك عطاء حافلا بإنجازات كبيرة كالاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية والاتحاد النقدي والربط الكهربائي والنجاحات الدبلوماسية والتكامل الدفاعي والأمني وغير ذلك من الإنجازات التي ارتقت بهذا الكيان إلى مصاف التجمعات الإقليمية الأكثر نجاحا وفاعلية متانة متانة مجلس التعاون جاءت من اعتداليته من المواقف الرشيدة من تفاعله العقلاني مع أحداث العالم سواء دبلوماسيا أو اقتصاديا في شيء في مسيرتين كان المجلس التعاون حقيقة متفاعل مع الحس والمنطقة العالمية مع منطقة العالم ومع حس العالم في موضوع الطاقة كان مقتدلا في أسعارا وإنتاجا وشيء ثالي في المواقف السياسية التي تنسجم مع المزاج العالمي إن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي لتفخر بما حققته دولها فقد استطاعت حماية أمنها واستقرارها رغم التحديات الثقال واستطاعت مواصلة التنمية البشرية والاقتصادية بها رغم تدني أسعار النفط والأعباء على موازناتها والصراعات وتباطئ النمو الاقتصادي العالمي واستطاعت الدفع بمسيرة التعاون حتى اقترب المجلس من صيغة الاتحادي رغم ما يعصف بالمنطقة من أزمات نحتفل اليوم بذكرى 36 سنة وأنا أرى بأن مساحة وساحة الانتاج والإنجاز الذي حققه مجلس التعاون من 1981 إلى اليوم شيء كبير مذهل من المتانة والصلابة والحصانة الحصانة المتينة التي يقف عليها مجلس التعاون سيادياً واقتصادياً وفكراً ودبلماسياً فيه الآن مجلس التعاون متسامح مع نفسه ومنسجب مع نفسه وفي سلام مع العالم يمر علينا ذكرى مرور 36 عاماً على قيام مجلس التعاون 36 عام أن تمر على منظمة إقليمية رغم ما مر بها من تحديات ولا زالت قائمة هذه شهادة لهذه المنظمة الإقليمية على أنها إن شاء الله ستحقق أمال المواطن الخليجي ستقفز به إلى فاق أرحب وسنرى 36 عاماً قادمة أخرى إن شاء الله وبينما تنطلق مسيرة التعاون والتكامل الخليجي نحو غاياتها المنشودة معززة بعزم وإرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وطموحات أبنائه فإن مجلس التعاون سيظل ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وصيغة خليجية موحدة ومتكاملة لتحقيق تقدم وازدهار شعوب دول المجلس ترجمة نانسي قنقر